مرحبا بكم مشاهدين الكرامة سعيد بلقياكم في نشرة الأخبار هذه وهذا أبرز عنوانها FBI المغرب يدخل على خط جريمة قتل الشرطي علمت القناة من مصادر إعلامية أن المصالح الأمنية ألقت القبض على شخصين يشتبه في ضلوعهما بالجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها عنصر أمن عطر عليه مقتولا بعدما اختفى في ظروف غامضة وبحسب المعطية المتوفرة فإن الشخصين الذين تم توقفهما كان على متن سيارة قبل أن تصاب بعطب ويضطرها إلى التوجه إلى ميكانيكي من أجل إصلاحها بمدينة الدروة قرب برشيد وتضيف ذات المصادر أن الميكانيكي شك في أمر الشخصين وقام بإبلاغ المصالح الأمنية التي حضرت في الحين وقامت بتوقفهما من أجل البحث معهما مشيرا إلى أنه لم تخرج أي معطيات حول الشخصين الموقوفين لحد الآن من جانب آخر فقد أكدت المعطيات المتوفرة أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركز للأبحاث القضائية الباسيج قد تدخلت للتحقيق في القضية لاستغلال خبرة عناصرها والمعدات المتطورة التي يتوفرون عليها في مجال تحليل الأدلة العلمية والرقمية كما استنفرت الديس عناصرها أيضا لجمع أكبر عدد من المعلومات الاستخباراتية التي تقود إلى حصر لائحة المشبه فيهم في ارتكاب الجريمة النكراء